يا مساء الخير ويا أهل وسهلاً بكل أهلوية تحياتي لكم في بداية حلقة النهاردة السادسة أهل وسهلاً بكم حلقة من الحلقات يوم من الأيام الصعبة مش بس حلقة من الحلقات الصعبة يوم من حقيقة 24 ساعة مش صعبة علينا بس دي صعبة على كل جماهير وعشان دي الأهلي مما لا شك فيه ومن حقك تزعل أنا جوايا حزن كبير وجوايا غضب كبير جداً لكن الأهم يفرق معي جداً جداً وده الحقيقة يمكن حاجة أنا تعودتها مش بس بحكم شغلي لكن بحكم يعني تركبتي ثقافتي شخصيتي فكرة أنه في وقت الانفعال يجب تماماً تماماً أنك أنت يعني على قد ما تقدر وحسب ما طبيعتك وتركبتك وشخصيتك تسمح لك أنك تحاول تهدى وتبص الأمور بشكل مختلف الانفعال لن يؤدي إلى شيء ومعظم القرارات اللي بتتاخد في لحظات الغضب أو في لحظات الانفعال غالباً أثرها بيكون سلبي ما بيكونش إيجابي ما تحققش الغرض منها في صدمة طبعاً عند كل عشان نادي الأهلي ده شيء ما فيهوش نقاشه وهل الصدمة بسبب خسارة مباراة أو حتى خسارة لقب ما أعتقدش يعني وخلينا أقولك أنه حتى في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دلوقتي وارد جداً 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 هتتأهل أدور الإقصائية رقمياً حسابياً كل شيء وارد في المجموعة فرصنا صعبة آه لكن فيه أمل وأمل مش قليل يعني أمل يعني نسبته كويسة لأنه الرهان دلوقتي على مباراة صحيح مش بقدينا في انتظار نتيجتها مباراة تتلعب حتى بعد مباراة الأهلي والقط مطلوب منك طبعاً تحقق العلامة الكاملة مطلوب منك تكسب القطن يوم الجمعة اللي جاية في الكاميرا ومطلوب منك تكسب الهلال هنا في القاهرة بنتيجة كويسة نتيجة تحددها نتيجة مباراة سانداونز مع الهلال السوداني في السودان لو المباراة دي انتهت بفوز سانداونز يبقى أنت عندك فرصة كبيرة في التأهل لو المباراة دي انتهت بالتأهل برضو عندك فرصة كبيرة في التأهل بشرط أنك أنت تكسب الهلال السوداني هنا على ملعبك بفين نقطتين ومن قبله طبعاً القطن الكاميروني ست نقط مفيش ما ينفعش تفرض فيهم فرضت في أي نقطة منهم يبقى أنت خرجت رسمي من البطولة والسؤال هنا السؤال اللي أنا حابب أسأله الجماهير النادي الأهلي الحقيقة أنا يعني هبعد تماما عن يعني على كل مستوىات خلينا متفقين أنه كل الحقيقة مسؤول يتحمل جزء من مسؤولية اللي حصل والكل الحقيقة زعلان دارة النادي الأهلي بالتأكيد هي الأكثر حرصا على اسمه وعلى سمعة وعلى كان النادي الأهلي الجهاز الفني اللاعبين والجماهير لا نستثني أحدا لكن هو السؤال النهاردة هل لو الأهلي تأهل الأدوار الإقصائية يعني تأهل على المجموعة مثلا وكملنا المشوار وفوزنا باللقب هل ساعتها الموقف ممكن يتحول 180 درجة أنا هنا بتعود تكلم حضراتكم بشكل موضوعي واللي يرجع وحلقاتنا موجودة يرجعوا على الصفحات النادي الأهلي أو على الأكاونت بساعة النادي الأهلي على اليوتيوب لحلقات شهر 9 اللي فات قبل السيزن ما يبدأ لما كنت نتكلم في المركاتو الصيفي والكلام كان واضح وصريح كلام وأنا هنا ما بحطش بغير مصلحة النادي الأهلي قدامي وأنا بتكلم بدافع رحلة تعيش وحب للكيان ده من وانا صهير قلنا إن الموسم ده هو أصعب موسم هيخده النادي الأهلي على مدار تاريخه وقلت هنا في شهر 9 اللي فات إنه احتمالية مشاركات الأهلي في خمس بطولات الموسم ده وردة جدا بما فيهم كاس العالم في شهر 9 في شهر 9 وقلت إن المركاتو ده ممكن يكون مركاتو الأهم بالنسبة للأهلي سواء مركاتو الصيف أو فترة الانتقالات الشتوية وقلت إن كل الفرق اللي هيواجهها الأهلي في كاس العالم أو في بطولة أفريقيا وأرجوكم أرجوكم أرجوكم ما تخيموش مستوى الأهلي على البطولات المحلية هتكون في حتة تانية خالص وأنه الكل استعد للسيزن ده كأفضل ما يكون وشفنا الحقيقة في بطولة أفريقيا في دوري الأبطال أنا اتفرجت على مطشط في أغلب المجموعات فرق الحقيقة قدمت مستويات رائعة لكن هو السؤال هارجع تاني السؤال اللي سألته هلأو الأهلي تقاهل وتوج بالبطولة يبقى إحنا كده تمام يبقى إحنا ساعتها ما عندناش مشكلة وحفلات التقطيع اللي شغالة في النادي الأهلي على مدار 24 ساعة الأخيرة ده سوشال ميديا وبرامج وهو يلأ آخره هتتحول بقى للإشادة وللتسقيف ويعني هل السيناريو ده وارد يبقى إحنا كده منهزر أنا بكلم جهور دلوقتي أنا كلامي لسه للإدارة وكلامي كمان للعبين ما قلتوش وهو كلام مهم جدا في توقيت صعب جدا وخدوا بالكم أنا جوايا كتير بس مهم جدا وإحنا بنكلم الأهلوية وإحنا بنكلم على شاشة النادي الأهلي نعرف كلام يتقال إمتى نعرف نختار التوقيت المناسب جدا للكلام لأنه دايما دايما الرهان في نص الموسم بيبقى في منتهى الصعوبة ومنتهى العنف أصاره بتبقى عنيفة جدا فرقتك مكملة معاك وما زال عندها فرص كبيرة جدا لأكتر من لقب وأكتر من بطولة عندنا دوري الأبطال ما زالنا مستمئة يعني أنا طبعا مش عايز أقارن لأن المقارنة تبقى ظلمة جدا لكل الأندية في مصر هنا لو لترك جماهير بقية الفرقة تعمل إيه أو بطولة دوري أبطال من 20 سنة ومن 30 سنة ومن 40 سنة تعمل إيه أنت فريق أكواصل خمسة نهائي من أصل 6 وفايز ببطولتين وبيشارك في كاس عالم 3 سنين و4 بيحقق منهم مرتين برونزية ومرة هل ده معناه أنه الفريق ده يستهل حالة العنف حالة حالة الانتقام العنيفة لمجرد خسارة مباراة أعتقد الحقيقة أنه لا يجوز على الرغم بأن الأسوأ بكتير جدا عندي أنا شخصيا وعند الغلبية العظمى من جميعنا دي الأهلي اللي دايق أكتر من خسارة مباراة أو حتى خسارة بطولة هو الشكل اللي ظهر علينا دي الأهلي مبارح أنا ما عنديش أدنى مانع أنه الأهلي يخسر مباراة و2 و3 وعنديش أدنى مانع وده شيء طبيعي جدا أنه الأهلي يخسر لقب و2 و3 فيش فريق في الدنيا كلها مهما كانت إمكانياته ومهما كانت الكفاءات اللي بيتمتع بيها على مستوى التدريب أو على مستوى اللاعبين يقدر يفوز بكل بطولات اللي بياخدها وإلا كان فريق زي باريس سان جرمان مثلا فاز بلقب دوري الأبطال أوروبا الـ 4-5 سوسة خليفاتت أو فريق زي منشستر سيتي أو فريق زي باي ميونيخ حم نتكلم على مستوى طبعا في حتة تانية خالص لكن ده حتى ما بيحصلش فأنا عندي قناعة تماما أنه الأهلي مش مطالب أن يفوز بكل بطولة يدخل فيها فيش فريق يقدر يعمل ده وخصوصا لما يكون مستنزف القوة بالشكل اللي وصل ليه لعبتنا حنا فريقتنا أصبحت مستنزفة اللاعبة تحس مبارح أن هم مش قادرين وده طبعا ليه علاقة بضغط مباريات ليه علاقة بسوق تخطيط شديد الحقيقة للمواجهة المهمة بتاعة ساندونز يتحمل جزء منها الجهاز الفني طبعا وخصوصا في مباراة المقاولين الكلام دي احنا قلناه قبل المباراة يمكن ب72 ساعة وأنه ما كانش يجب الرهانة على المباراة دي بشكل كبير قوي من ناحية إشراك العناصر الأساسية لكن دي تفصيلة صغيرة مش هاي قصة مش دي قصة طيب خلينا نكمل كلامنا بس نروح لجنوب أفريقيا بعثة نادي الأهلي طبعا نستمر في جنوب أفريقيا وتم مد الإقامة هناك لـ 24 ساعة زيادة عشان يلعب مباراة القطن المهمة جدا طيب نروح لزمين لفاروق صلاح من مقر إقامة الفريق هناك ومقر إقامة بعثة نادي الأهلي في جنوب أفريقيا نتطمن على أخبار الفريق وعلى البرنامج بتاعه ومازال المشوار مستمر يعني الأهلي ما اتعودنا دايما احنا ما بنرفعش الرأي البيضة الرأي البيضة دي مش في قمصنا وبالتالي هنلعب بما أنه الحسابات بتقول أنه كل شيء وارد والأهم إن إحنا نعمل اللي علينا لآخر المشوار مطشين اللي قطن في الكاميرون الهلال في مصر نكسب المطشين دول ونشوف الدنيا هتروح بينا لفين نستقبل فاروق معنا بسأخير يا فاروق وأهلا وسهلا بك مع نفسها ديسة عايزك تطمنني على الحل المعنوية الحقيقة يهمني جدا إزاي الفريق يخرج من المطب الصعب اللي حصل المباراة أمام سانداونز والخسارة بخماسية عشان نقدر نكمل المشوار وعندنا سيزن ممتد وعندنا عدد كبير جدا من البطولات اللي مازلنا بالنفس فيها بما فيهم بطولة دوري الأبطال يعني خليني في البداية رحب بك زميل العزيز أحمد سبير ورحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة الناد الأهلي في كل مكان وخليني أتفك على كلامك اللي أنت قلته كلام مهم جدا لإني أول خطوات الإصلاح هو الاعتراف بالخطأ وأكيد بنعترف بأخطأنا وده النقطة المهمة جدا مش هنقدر نكابر أو نحايد عن هذا الأمر لكن دايما بنبص للمستقبل ودايما بنقول إحنا مدينين للناد الأهلي لأن الناد الأهلي ما عودناش إن إحنا نقصر ما تعودناش مع الناد الأهلي على هذه الظروف وهذه الأحداث لكن دايما المحطات الصعبة أو المطبات الصعبة في تاريخ الناد الأهلي دايما بيعد عليها ويدوس عليها وبيقف وبيرجع الناد الأهلي أقوى من قبل أكيد الكلام اللي أنت قلته فيه مستهل حديثك كلام مهم جدا يعني أمور كبيرة جدا واسمح لي أن أتكلم بدون بدون كلام يعني مش أقول كلام كلام تجنيل أو كلام تزوّق زي ما بيتقال وخليني أتكلم اللي بيتكلم أحمد سمير مزيع قناة الناد الأهلي أو فروس صلاح مرئيس القناة الناد الأهلي لأ اللي بيتكلم هو جمهور للناد الأهلي إحنا كلنا مدينين إن إحنا بننتمي الجمهور للناد الأهلي أكيد هنقفل صفحة مباراة سانداونز وأكيد عندنا مباراة مهمة جدا هي مباراة القطن الكاميروني مباراة مهمة جدا بالورق بالحسابات أنت لسه داخل دور أبطال الأفريقيا الجيل اللي موجود واللعيبة بيحتاجة مننا كلنا كل الدعم كل المساندة المساندة من القاهرة اللي هنا في جنوب أفريقيا الجميع بيتكاتف يمكن دايما زميلي أحمد فيه فترات بتمر في حياة الناد الأهلي علشان تعرف فيها فلترة مين اللي بيقف وبيساند وبيقف في ظهر الكيان وبنأكد في ظهر الكيان وفي ظهر الناد الأهلي ومين اللي بيبقى معاك وقت الفرح لا بنت تبقى معايا في وقت الفرح وجمهور الناد الأهلي لما بيقول أنا معاك على الحلوة والمرة أعتقد ده مش مجرد كلام لأدي حقيقة بنعش مع الناد الأهلي طبعا زميلي أحمد تكلمت على الحالة المعنوية خلينا أقولك حالة حزن جديدة طبعا بتسيطر على الأفراد بعثة الناد الأهلي اللاعبين وصلهم وصلهم شعور الجمايير وحالة الحزن اللي عند الجمايير ملامح للاعب الناد الأهلي بتغني عن أي كلام حالة من الحزن بتسيطر بشدة على اللاعبين وأفراد الأفراد البعثة عايز أقولك أن فيه اجتماع تم ما بين أفراد الجهاز الفني وفيه اجتماع تم ما بين اللاعبين يعني اللاعبين مجموعة اللاعبين اجتماعوا طبعا مع بعض أكيد اتكلموا وأكيد وصلهم هذه الأمور وحالة الحزن اللي عندي كل جماهير للنادر الآلي لكن دايماً بنقول المستقبل لازم أن نبص على مباراة القطن الكاميروني مباراة محتاجة استعداد مهم جداً مباراة التلات نقاط فيها مهمين جداً الانتصار مهم جداً خلال هذه الأيام وفترة تواجدنا في بريتوريا رفع الروح المعنوية للعبين وده الدور اللي بتقوم ببعثة فريق النادر الآلي وكل المحيطين توفر جوه من الهدوء وجوه من الروح المعنوية للعبين لأن واضح مدى تأثر اللعبين الشديد جداً بهذه الهزيمة خليني أقولك أن طبعاً الفريق استقنف النهاردة تدريباته فيه صباح اليوم على ملعب جامعة بريتوريا يعني طبعاً كان فيه مجموعة التمرين خفيف للمجموعة اللي شاركت باللقاء بالأمس مع جانب من التدريبات الاستشفائية ثم اللعيبة اللي ما شاركتش طبعاً فيه مباراة كان تدريب على ملعب جامعة بريتوريا بستر رمارسل كولر اجتمع طبعاً مع اللعبين سواء المجموعة اللي شاركت فيه اللقاء بالأمس أو المجموعة اللي كانت ما شاركتش نكلم طبعاً فيه المرحلة اللي جاية إيه احنا بنخطط للمرحلة اللي جاية إيه مهم جداً تجوز هذا الأمر ومهم جداً نسيان للهزيمة أكيد الهزيمة لها تأثير كبير جداً لكن احنا عندنا مباراة مهمة جداً زميلة أحمد مباراة القطن الكاميروني طبعاً بعض اللاعبين اللي كان عندهم بعض اللي خرجوا من أرض الملعب ليه الصابات أو الأمور الصابات العضلية أو الشعور بإجهاد كلها أمور طبية طبعاً أنا هنقف عليها من خلال الدكتور أحمد أبو عبل عشان نشوف مين يكون موجود معنا إن شاء الله في مباراة القطن الكاميروني زي ما زميلة أحمد احنا بنأكد على اللي احنا لمسينه وخلينا أقولك أنت موجود مبارح علشان إحنا دايماً بنقول بنعترف بالأخطاء ودايماً إن إحنا من خلال قناة النادي الأهلي بنلقل الصورة بمنتهى الحياد ومنتهى الرقي عايز أقولك أنت موجود في ملعب فريق ماميلدي سانداونز خمسة أو واحد وخمسين ألف متفرج أو فيما أكثر من خمسين ألف متفرج منتهى الرقي والاحترام والتأدير للنادي الأهلي من جانب جماهير سانداونز مع خروج النادي الأهلي من أرض الملعب كان فيه تشجيع وتسقيف من جماهير ماميلدي سانداونز للعب للنادي الأهلي يا زميلي أحمد أنا بتكلم كلام يعني أنا بعيداً عن الأمور أو الدبلوماسية اللي بنتكلم فيه أمر مهم جداً أكثر من خمسين ألف متفرج ما فيش إزازة ما يتحدفت عليك من جانب جماهير ماميلدي خليني أقولك الحقيقة أنه يعني الحقيقة صورة سانداونز كجهاز فني وكلعبين وكإدارة وكجماهير يعني ظهرت بأفضل ما يكون الحقيقة وأعتقد أنه العلاقات بين الأهلي وسانداونز يعني علاقات قوية جداً ومتينة جداً بس خليني أختم معاك الجزء الخاص بالتدريب يعني يمكن طبعاً شوفنا السلية ظهر في المباراة خلاد عبدالفتاح كان موجود في القيمة عايز أعرف كمان الشحات لأنه أنا عرفت أنه الشحات ممكن جداً يكون جاهز لمباراة القطن الكاميروني فأتطمم منك على قيمة الغيابات مؤخراً عن النادي الأهلي ومين منه ممكن يرجع للصورة قبل مطش القطن في الكاميرون وإن شاء الله يوم الجمع يعني خليني أكد لك زميلي أحمد بالفعل على جهازات حسين الشحات اللي إن شاء الله يكون جاهز إن شاء الله مع الفريق في مباراة القطن الكاميروني بالمناسبة يعني هو كان مفضل مستر مارسل كولر والجهاز اللي يطبي أنه يريح أو يدي فترة راحة أكتر لحسين الشحات لكن كان حسين الشحات على مدار اليومين الماضيين أدى للتدريبات شارك في اليوم الأول في جزء من التدريب ثم كان التدريب الختامي شارك فيه بالكامل ولكن فضل الجهاز الفني ما يجذفش بحسين الشحات في هذه المباراة من أجل طبعا مباراة القطن الكاميروني خالد عبد الفتاح بأكد لك جهازيته لذي المباراة عمر السلية طبعا كل اللعبين إن شاء الله النادر أهلي يكون خالي الإصابات في هذه المواجهة أمام فريق القطن الكاميروني وبإذن الله بإذن الله لعب النادر أهلي يقدرين على تجاوز هذه المرحلة إذن الله تحقيق الانتصار في مباراة القطن الكاميروني بشكرك شكرا جزيلا زماننا العزيز فاروق صلاح من جنوب أفريقيا دي أخبار بعثنا دي الأهلي نتمنى نقوم بسرعة والأهلي عودنا دايما إنه في كل كابوة وكل ما طب بنقوم أفضل وأقوى من الأول وبإذن الله نقدر نقوم ونعمل اللي علينا يعني فيما يتعلق بالدوري للأبطال صدقوني لو قدتلكم في حتة مني كده يعني آه طبعا زعلان من الهزيمة الأهلي ما عودناش على ده الأهلي ما عودناش ده استثناء مش قاعدة ممكن نخسر مباراة ممكن نخسر بطولة لكن أبدا مش بالشكل ده مش بالشكل ظهرنا عليه في التسعين دي أبط عن بانا لكن في حتة كده جوايا ممكن تقول آه ممكن ده يكون حصل عشان يبقى فيه استفاقة ممكن يبقى فيه نظرة مختلفة للأمور يبقى فيه معايير جديدة للتقييم سواء كان للجوة أو للجي من بره يدخل جوة لأنه وأكلمكم بمنتهى الصراحة الأهلي طول عمره مرعب ممتع يعني أنا محبتش الأهلي عشان فرقة بتكسب على طول ومحبتش الأهلي عشان فرقة بتجيب بطولات كتير لا قصة مش كده بالنسبالي قصة بالنسبالي كرة قصة بالنسبالي فرقة الكل بيعمل لها حساب بره وجوه مصر الأهلي كفريق كرة فريق بيقدم أحسن كرة موجودة جوه مصر وبره مصر وده للأسف حتى في أوقات كتيرة جدا يمكن بتغطي الألقاب والبطولات عليه ما كانش حاصل نتكلم بمنتهى الصراحة يمكن لأنه الجيل ده عد بظروف استثنائية وجيل ده يشكر جدا 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 ده مش تقليل أبدا من إنجازاته الجيل ده جيل محترم جدا عمل بطولات يمكن تفوق إمكانياته صحيح ساهمت فيها الجماهير ساهمت فيها تيشرت وشعار النادي الأهلي لكن الكرة مش كده الكرة تغيرت حوالينا الدنيا كلها بتتغير في أفريقيا مش بس في الوطن العرب لكن في أفريقيا كمان الدنيا بتتغير جدا وبالتالي الأهلي لازم يبص الأمور بشكل مختلف وقصة هل قصة فلوس؟ أبدا على الإطلاق وأن ده كتير جدا في العالم على فكرة ما بتصرفش يعني ما تيجي تقارن فلسفة مثلا بايم يونيخ أو بروسيا دورتموند في التعاقدات وتقارن بالبي أش جي شتين الفارق حجم الإنفاق هنا مقارنة بحجم الإنفاق هنا لا يقارن ورغم كده فريق بايم يونيخ يظل واحد من أقوى الفرق اللي كل العالم بيعمل له حساب تقارن آيكس مستقدام بروسيا دورتموند بالفرق الكبيرة في أوروبا لا فرق موجودة وبتنافسه وبتقدم وبتكسب بشكل كبير جدا لأن عندها العين الخبيرة اللي بتقدر تطلع الصفقات اللي ما بتكونش بالقيمة المالية العالية جدا وبالعكس بعد كده تعالى نشوف فريق زي آيكس مستردام صدر كام نجم بروسيا دورتموند طلع كام نجم لأوروبا اتبعت النجوم دي جات بكام وطلعت بكام بعد محاها منهم بروسيا دورتموند كمان استفادة فنية فالقصة هنا في فلسفة التعاقدات وده شيء مش وقته خالص ولا وأنا بناشد جمهور نادي الأهلي لو لا يعني أن أنا أتكلم مع الجمهور أو مع قادة الجماهير وابعدوا أرجوكم على السوشيال ميديا لأنه أنتوا مش عارفين أنتوا بتكلموا مين مش عارفين نازي انتماءاتها إيه وبجد بتتكلم لأنها بتحب نادي الأهلي ولا بتتكلم لأنها بتحقق مصالح تانية أو أجندات تانية يبعدوا عن القصة دي أنتوا جيل مظلوم الحقيقة أنتوا جيل مظلوم زي ما جيل اللاعبين دول مظلوم أنه اتحرم من الجماهير في مدرجاته شفنا جماهير سانداونز مبارح وشفنا جماهير الوداد في نهاية أفريقيا عاملة إزاي واللعابة دي عمرها ملاعبة رغم أنها وصلت تلاتة نهائي في التلات نسخ الأخيرة عمرها ملاعبة نهائي كامل العدد عمرها ملاعبة مباراة كامل العدد إلا لما تكون طبعا بنلعب بره مصر فهو جيل مظلوم والجماهير مظلومة لأنها متعرفش يعني إيه أنها تشجع في المدرج 2003 آه بيحضره لكن أغلب الجماهير طبعا بتشجع على السوشيال ميديا طيب هنقوم إزاي ده سؤال مهم جدا على كل أهلاوي أنه يجاوب عليه وعلى كل أهلاوي يعرف أنه ليه دور في ده قصة مش قصة إدارة ومش قصة جهاز فني وقصة لعيبة قصة قصة كمان جمهور اللي دايما بتقال عليه أنه اللعب الأول وأنه واحد من أبطال اللي صنعوا بطولات النادي الأهلي قصة جمهور الغضب مش هيفيد بالعكس فبالتالي إزاي نقوم من ده وإزاي نرجع أحسن من الأول ده سواء حلقتنا النهاردة اللي هنحاول طبعا نحن نجاوبه مع نجمل حلقة كابتن أشرف ممضوع حيشرفنا في السادسة خلينا بس نروح لفاصل وهرجع بعد الفاصل أكلمكم طبعا هكون الفقرة دي يعني الحقيقة يمكن تبين برس سياق شوية لكنها في متى الأهمية وأتمنى أن الفكرة اللي هتطرح واللي بتتطبق حاليا في السعودية واللي هتعرفوا تفاصيلها بالسادسة بعد الفاصل أتمنى أتمنى أن احنا نشوف زيها عندنا هنا في مصر أنها تكون مفيدة جدا جدا لتطوير الكرة المصرية فاصل ونرجع لحضراتكم هي تجربة السعودية بدأت من حوالي أربع سنين تقديم لكنها بشوف أنها تجربة مهمة جدا ويمكن احنا هنا في مصر ممكن نستفيد من الفكرة أو من البرنامج ده بشكل كبير جدا وخصوصا أنه إحنا عندنا دائما معاناة في فكرة احتراف اللاعبين المصريين والقصة مش قصة تكورة بس منظومة الاحتراف فيها عامل كتير جدا مهمة في نجاح أي تجربة احتراف واحدة منهم اللغة وإنتوا عارفين طبعا أن معظم الدول الأفريقية بما فيهم دول الشمال الأفريقي الدول العربية يعني الأفريقية بتتكلم لغات تانية إما بيتكلموا لغة فرنسية طبعا دول فرنكوفون أو دول ناطقة بالفرنسية في أفريقيا كتير جدا سمال الأفريقي عندك تونس جزائر مغرب أو حتى في دول زي السنغال وزي الكاميرون وزي كود ديفوار وغيرهم وأول لغة الإنجليزية وفي بعض الدول زي مثلا أنجولا بتتكلم بورتغالي فده إلى حد ما بيكسر حجز صعوبة اللغة على عكس من كتير من اللاعب المصريين اللي بتسافر برا فتصدم أول ما تصدم إنه ما عندهش قدر على التواصل ده نمرة واحد نمرة اتنين العقلية والثقافة تطالع على مجتمع مختلف تماما عنك وطالع على منظومة احتراف مختلفة بنسبة 99% عن منظومة الاحتراف اللي كانت موجودة عندك هنا في مصر في التالي نظام جديد أنت ما تبقاش مؤهل أو مستعد أنك أنت تتعامل معاه إلا طبعا بعض الحالات الاستثنائية اللي نجحت بشكل كبير برا إمتى ممكن نبقى زي أفريقيا أعتقد ده واحدة من الأفكار اللي لو اتطبعت تساعد بشكل كبير جدا على تأهيل اللاعبين المصريين لفكرة الاحتراف تجربة اسمها برنامج الابتعاث السعودي أو خلينا أقولها لكم زي ما هي بالإنجلش يعني سعودي سكولرشيب فور ديفالبينج فوتبول تالنت والمدير الفني للمنظومة دي مدير الفني للبرنامج الابتعاث السعودي هو ضفنا فيه السادسة دكتور روميو يوزاك طبعا المدير الفني السابق لمنتخب الكويت هو هيكون معنا عشان يكلمنا أكتر عن الفكرة وعن تطبيقها وبيشتغلوا ازاي عليها طبعا بداية شكرا على مشاركتك معنا وأهلا بك في السادسة بشكرك على وجودك معنا على ششة النادي الأهلي شكرا جزيلا على دعواتي ومساء الخير لكل المشاهدين في مصر يعني خليني بداية أطلب منك توضح لنا فكرة البرنامج برنامج الابتعاث السعودي إيه هي أهم أهدافه وإيه هي أهم آليات عمله بتشتغلوا ازاي على الأرض من أول ما بدأ تطبيق البرنامج أعتقد في 2019 في البداية أنا كنت أستمع لك بحرص وأستمع للمقدمة وكل كلمة قلتها أنت بالفعل لا تحتاج إلى ضيف أنت لخص الأمر كله ففكرة المنحة هي هي بالضبط ما تحدثت عنه هي أن ترسل اللاعبين إلى أوروبا وتغير هؤلاء اللاعبين وتغير طريقة تفكيرهم بخصوص البيئة لأننا لاحظنا أن أن يوجد الكثير من اللاعبين في هذه المنطقة الآمنة لذلك حاولنا أن ننقلهم من هذه المنطقة منطقة التي تربوا فيها منطقة السعودية وعلى سبيل المثال في منتخب تحت 19 عام وقد أهلنا هؤلاء اللاعبين أن يلعبوا منتخبات أكبر منهم وهذه المنطقة التي جانينا ثمارها الآن يجب علينا أن نعطي أن نعطي أفضل فرصة لأفضل المواهب أن يظهروا هذه المواهب في أوروبا وأن يتأقلموا وربما الأمر لمدة عام ونختار أفضل هؤلاء خلال معسكرنا على سبيل المثال في إسبانيا من خلال معسكر تنافسي مع أكبر الأكاديميات الخاصة بأكبر أندي في أوروبا وهذه الأكاديميات حول العالم حينما حينما طلبنا من هذه الأكاديميات أن تشارك في هذه البطولة كان الأمر مرحبا به ربما البعض وافقوا ربما البعض رفضوا لأن يوجد مرحلة للتطوير تطوير اللاعبين هذه المرحلة تبدأ من سن ثنانية عشر عام أو تسعة عشر عام يجب علينا يجب علي هؤلاء اللاعبين أن يلعبوا وأن ينافسوا وأن يتطوروا هذه النقطة المهمة في الموضوع أن تنافس وحينما تجد هؤلاء اللاعبين في هذه المنطقة الآمنة ولا يتعرضون للضغط فوظيفتي هي أن أخذ هؤلاء اللاعبين من هذه المنطقة الآمنة وأعرضهم للضغط اللازم لمواكبة اللاعب في أوروبا دكتور يوزاك خليني هنا بس أسألك هل جزء من مهام البرنامج ده هي فكرة أنه قايم على اكتشاف كمان المواهب ولا فكرة فقط رعاية المواهب أو العناصر التي تم اختيارها لتمثيل المنتخبات السعودية بالفعل اكتشفنا العديد من اللاعبين السعوديين لدينا الآن خمسة كشافين داخل السعودية يتعاونون ويقومون باستكشاف أفضل المواهب السعودية في مختلف البلد بالطبع ربما لم نكتشف في كل عام أربعة عشر وخمسة عشر لعبا لا ولكننا نختار ونكتشف بعض اللاعبين ونضمهم في بيئة واحدة ونقوم بتجميع الفريق وإحداث دورات كما هو الحال الآن طيب عايز أعرف طبيعة العلاقة اللي بتربطكم وإزاي بتتعامله سواء مع اتحاد الكرة السعودية أو مع الأندية السعودية وموقفها بتبع بيكون إيه في حالة أنا عارف أنه في بعض المعسكرات أو البعثات بتستمر الفترات طويلة جدا وبتخد عدد من الموجهات اللي بيتم ترتيبها في أوروبا فإزاي بتتعامله مع الأندية في السعودية وموقف الأندية من برنامج البتعاس وأيضا دوركم أو علاقتكم باتحاد الكرة في السعودية هو كان برنامجا مهما وبدأ في عام 2019 نعم كانت فكرة صعبة لم يكن الأمر سهل على الأندية أن تتقبل هذا الأمر في البداية ولكن في هذا الصيف قضينا بالفعل أربعة سنوات ويوجد الكثير من التعاون والتكافل بين الأندية السعودية والبرنامج والاتحاد السعودي الآن لدينا معظم اللاعبين في فريق منتخب تحت 19 عاما من برنامجنا لقد استخدمناهم لإسبانيا والأمر بالفعل استمر لمدة طويلة وبالنسبة لسؤالك الثاني كيف تعاونت الأندية لم يكن الأمر سهلا ولكن ولكن معظم هذه الأندية وافقوا في نهاية المطاف لأن هؤلاء اللاعبين ليس لديهم عقود مع الأندية فبالتالي وليسوا منضمين على قائمة الأندية فبالتالي إذا لم يكن هناك عقد مع النادي فربما ليس على قائمة فربما كان سهلا أن يتجاوبوا معنا وأن يتركوا اللاعبين وحتى نصعد هؤلاء اللاعبين ليناسبوا الدوري الممتاز فهذه النسبة هذه النسبة نحتاجها لنصنع مزيج خاص بالمنتخب خصوصا بدون هذا التطوير وبدون هذا الضغط لا يوجد فائدة فلاجب علينا أن نأخذ هؤلاء اللاعبين ونجعلهم يقاتلوا للبقاء ويعتادوا أبيئة الصعوبات التي يتعرضوا لها في مختلف الأندية الأوروبية فبالتالي برنامجنا هو حول تطوير وتعليم اللاعبين هذه النقاط هل القصة تختصر فقط على فكرة توفير تجارب معايشة لقاءات واحتكاكات مع مدارس كروية مختلفة ولا ليه علاقة كمان بفكرة تسويق اللاعبين السعوديين في السوء الأوروبي؟ حسناً المستوى العالي لكرة القدم لا يتوقف فقط على فكرة التدريب وأن تحضر اللاعب من بلده لأوروبا ولكن كما نرى الآن يوجد حالة تسويقية رائعة في السعودية وعلى سبيل المثال على سبيل المثال مباراتنا مع ريال مدريد تحت 19 عاما ولعبنا ضد نيو كاسل هذا أيضاً يعتبر تسويق أن تحضر اللاعبين لأسبانيا ليس فقط لكرة القدم وأن ترى مستواهم ولكن الأساس هو التعليم ربما اللغة يحتاج اللاعبين أن يتحدثوا اللغة الإنجليزية وأن نخرجهم من منطقة التي يعيشون فيها للمنطقة الأوروبية ليتأقلموا مع الأجواء هناك وتكون بها أكثر إيجابية تجاه المناخ الأوروبي لننشئ لاعب شاب جاهز وعلى سبيل المثال كان لدينا في كرواتيا كان لدينا فريق كرة سلة جيد وإذا لم يكن هؤلاء اللاعبين مؤهلون أن يلعبوا في الـ NBA لن يكون هذا منتخباً قوياً يجب علينا أن نكون مؤهلين للتواجد بهذه الدوريات إذا لم يكن لدينا لعبين أقوياء فلن يكون لدينا منتخباً قوياً أعتقد أنه ده واحد طبعاً من أهم المحاور التي تشغل عليها دارة الكرة في السعودية لتطوير الكرة القدم لكن كمان الحقيقة ما ندرش ننكر أن الدوري السعودي تتطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة وبقى بيقدم مستوى الحقيقة من المنافسة عالي جداً بقى بيستقطب عدد أخيرهم طبعاً كريستانو رونالدو وفيه كلام بمناسبة طبعاً حضرتك كرواتي يعني فيه كلام حتى أن لوكا مودرت وصبع النجم المنتخب الكرواتي هيكون موجود في النصر السعودي أو في بعض المفاوضات بتتم معاه نعرف منك القصة دي وأسمع رأيك في تطور الدوري السعودي وكرة السعودية بشكل عام حينما كنت شاباً منذ عشرين عاماً كنت أدرب لوكا مودرتش في ديناموز أغرب فأنا أعرفه جيداً حينما كان يلعب مع المنتخب الكرواتي أيضاً حينما كنت هناك ومنذ حوالي عامين كان لدي لقاء معه وسألته ماذا تخطط بخصوص ريال مدريد وقال لي أنه سيذهب إلى مكان آخر ولكن ربما الأمر لا يكون في سعودية الأمر الآن في السعودية مختلف يقومون باستقدام اللعبين والشعور الذي أشعره الآن وأنا أعيش في وسط هذا المناخ أنا الآن في إسبانيا وقريب من لوكا مودرتش أعتقد أنه يستحق التواجد في ريال مدريد والاستمرار ولكن كما قلت الدور السعودي الآن جاذب لكثير من الأسماء الكبيرة لا أقول أنه سيأتي ولكن ربما ستكون فرصة جيدة أن نرى لوكا مودرتش في الدور السعودي دكتور روميو يوزك المدير الفني لبرنامج تطوير وتنمية المعاهب السعودية أشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا تجربة الحقيقة تستحق أننا نبص لها إذا كان القائمين على منظومة كورت القدم هنا في مصر بشكل عام أو حتى على مستوى الأندية ويمكن الأهلي بيعمل ده بشكل مفرد يعني كتير من العابة الأهلي في السنوات الأخيرة طلعوا خدوا تجارب معايشة ولعبوا مواسم في بعض الدوليات الأوروبية ومنهم اللي رجع نجح بشكل كبير واتطور مستوى بشكل كبير ورجع تاني لكن أتمنى أنه السكيلي بقى أوسع لأنه ده هيكون مفيد جدا أنا ما عنديش شك أن الأرض دي البلد دي مليانة مواهب وزي ما فيه صلاح وحسام غالي ومحمد زيدان وغيرهم من المواهب كتير اللي احترفت برا مصر وأثبتت وجودها أنا شايف أن عندنا ممكن تبقى قاعدة عريضة جدا جهزة بس محتاجا ليحضرها لده محتاجا ليأهيلها لده لأنه القصة مش قصة ملعب ومش قصة تدريبات ومش قصة مواهبة ومش قصة إمكانيات بدنية بس فيه حاجات كتيرة جدا نقصة لازم نشتغل عليها خلينا نروح لفاصل نرجع نكمل بعد الفاصل ونستقبل طبعا كابتن أشرف منضوح ضيفنا ونجمينا النهاردة في السادسة أنا هبدأ كلامي معاكم بفكرة الجاب الفارق اللي تعودت طول عمري أن أشوفه بين النادي الأهلي وبين كل الأندان اللي بتنفسه على كل المستويات على كل المستويات وهنا أنا هطلع قصة المحلي برر حسابات شوية لأنه مقدر شقيس على المسابقات المحلية في مصر أنها مسابقات ضعيفة جدا والمنافسة فيها أضعف وأضع بالتالي الطبيعي عندي والمنطقي عندي والقاعدة عندي عنده الأهلي يفوز بأغلب البطولات اللي بتحصل ولما الأهلي بواحش بيفقد لقب هنا أو لقب هناك لكن على مستوى أفريقيا المنافسة في حتة أو في جزء تاني خارس حتى لما كنا نكلم على كاس العالم وطبوحاتنا بأننا نتخطى الميدالية البرونزية ونحق إنجاز جديد كان دايماً ده حتى لما بيحصل حتى وإنت بتكسب برونزية حتى وإنت بتكسب بالميراس أو بتكسب مونتري أو بتكسب الفرق اللي هي الأبطال القرار دي كان دايماً ده بيحصل بمعاناة وبصعوبة شديدة جداً لكن فكرة أرجع تاني لبداية كلامي فكرة الفجوة اللي عودني الأهلي في كل أجياله خطيب مصطفى عبدو ربيع سين على ميهوب مار همام ثبت البطل الإكرامي هذه خشبة شام حنفي حسام حسن ورهيم حسن سمير كمونة حسام غالي خالد بيبه أجيال وراء أجيال في كل مراحل عمري اللي بتفرج فيها على الأهلي كان دايماً الجاب واسعة كنت دايماً بنزل أي ماتش وأنا حاسس ومرتاح وأحساسي أقرب لأن احنا هنفوز هنفوز النهاردة الخسارة شيء أو سيناريو مستبعد سيناريو صعب حدوثه حتى لو حصل بيبقى مفجأة أو بيبقى day off لكن إنك أنت تعيش لفترة طويلة حاسس إنه الأهلي مش هو الأهلي حتى لما بيكون بيكسب مطشاط أو حتى لما يكون بيحقق ألقاب يمكن تكون هي دي هو ده السؤال اللي علينا إن احنا نجاوب أو نحضر على الأهل اللي إجابته لموسم جاي هيكون في منطقة صعوبة إن لم يكن أصعب من الموسم اللي إحنا فيه خلوني أسأل واحد من نجوم النادي الأهلي اللي حصل ده ما يهمنيش قوي حصل ليه بقد ما يهمني كمان نعديه إزاي وده يمكن يكون سؤال الحلقة النهاردة بس خلوني بداية طبعا أرحب منك منها النهاردة كابتن أشرف ممضوع مسألة كابتن أشرف بسالة الخير يا أحمد ودائما تسعيد معاك ولكن للأسف يعني الأحداث الأخيرة مؤسفة شوية هارد لك النادي الأهلي طبعا يعني مباراة صعبة جدا وتكلمنا عنها كتير قبل المباراة نتيجة كبيرة جدا على النادي الأهلي وصدمة جمهير النادي الأهلي مش بس في إنك بطولة أفريقيا أو ممكن تخرج منها ولا في الأداء والنتيجة إنه النادي الأهلي كبير أفريقيا أو كبير أفريقيا زي ما بنقول ما ينفعش يخسر بالنتيجة الكبيرة دي ولكن ده حل كرة القدم وأنا معاك تماما إنه لازم دايما عند كل مشكلة تحصل أو عند كل إخفاق لازم نقطع من قول السطر ونبتدي نصحح الأوضاع لأن ده اللي بيحصل دايما في النادي الأهلي في الأهلي بس في الأهلي بس مش في أي حتى تاني في الأهلي بس لما يكون فريق لمرة بيخرج حتى من بطولة دوري أبطال أحنا لسه ما خرجناش عواريكو الحسابات مرة تانية لكن لسه ما خرجناش لكن حتى لو الأهلي خرج من بطولة دوري أبطال حجم رد الفعل قياسا بما تحقق من الجيل ده والأجيال اللي قبله ممكن يبقى غريب جدا يعني فيه فرق ما خدتش بطولة قرية بقالها عشرين واثنين وعشرين سنة وما فيش ردود الأفعال دي مع الخروج بتحصل مثلا كل سنة هل الناس اللي تعودت على الهزيمة أفضل مننا مثلا أو تعودت على الخروج المبكر أفضل مننا بالتأكيد لا لكن السؤال هل بتشوف أنه اللي حصل مبارح ده ده يقف يعني لكل جواد نكابوة زي ما بيقولوا ولا اللي بيحصل ده جرس انذار بيقول أنه فيه حاجات كتيرة جدا لازم تتغير عشان نصحح المسار مرة تانية لا مش ديقف لأنه لو ديقف يبقى أنت قديت اللي عليك يعني عملت اللي عليك وبزلت مجهود وحضرته وجاهزت نفسك بدنيا ونفسيا وزهنيا للمباراة وأنا شايف الحين لده ما حصلش عشان كده بيقولك أنه مش ديقف هو جرس انذار وجرس انذار خطير جدا لأنه النتيجة دي لما تتكرر من فرقة يعني مفروض أننا متسايدين أفريقيا من سنوات طويلة جدا ومفروض أن السكواد اللي موجود دلوقتي في آخر تلات مواسم حصل على البطولة دي مرتين مفترض أنه ما يكونش ده الأداء وده التجهيز قبل المباراة لمباراة كبيرة زي دي هي مفترق طرق يعني احنا بنتمسك بأمل ولكن أمل بسيط جدا زي ما قلت يا أحمد صحيح الأمل لسا موجوده لكن يعني مش بسيط جدا ولا حاجة أشوف لا مش بسيط ليه مش بيدك يعني خليها أقولك أنا دايما دايما بقولك بسيط لأنه مش بيدك مش عندي أمل كبير ده معنى أو عندي أمل يعني عندي أمل قوي شوية ده معنى أن بإيدي أقدر أغير ولكن لما يبقى بيد غيري أنا ما يبقى يبقى الأمل بسيط جدا يعني ماناش فير بلي مش موجود في كل حتها في الدنيا ولكن نتمنى ان شاء الله متشاكك ولا إيه؟ لا يعني شوف ما عنديش ما عنديش شك إن إن سانداونز إن شاء الله حيقدم مباراة خوية وإن شاء الله أنه حيقدم مباراة بالفير بلي فعلا لأنهم إدارة محترفة وبيشتغلوا من سنين طويلة بهذا الشكل يعني ما حصلش أي وقعة تقول إن سانداونز ممكن يلعب يتهاون يعني يتهاون أو يلعب غير الفير بلي فخليني أقولك إن إن شاء الله الأمل موجود ولكن مش بيدك طيب جراز إنزار ليه لأنه أنت بتتكلم في أداء من فترة طويلة جدا صحيح في مبررات يعني في مبررات كتيرة ولو قاعدنا نعددها هنقول خمس ست أسباب وتكلمنا فيها كتير وكل جمهور النادلية ليعرفها ولكن المباراة دي تحديدا ما ينفعش أقول أسباب ما ينفعش أقول مبررات ما ينفعش أقول أي حاجة غير إنه في تهاون وفي عدم تحضير المباراة بشكل جيد سواء من مستر كولر أو اللعبين في مش أقول تهاون لأن المباراة يعني بتتكلم عن نفسها يعني المباراة تحديد مصير أنك هتكمل ولا لأ تكمل بإيدك ولا خلاص الموضوع يخرج برأيديك ويبقى أنت بتستنى نتيجة المنافسين شوف من قبل مباراة السانداؤنس كان لازم يعني جازل فني وأنا بقول لي دي قلة خبرة اتكلمت أنا وانت في ده وقولنا أن مستر كولر المدير فني عالي جدا وبيحضر بشكل كويس جدا أفريقيا غير بردو عشر هي دي النقطة اللي تكلمت فيها أنا وانت تحديدا لو فاكر فأكتر من حالة وقولنا أنه أفريقيا مختلفة ومحتاجة فعلا لما كان التعاقد مع مستر بيتسوم سوماني من مجلس زارة النادي الأهلي في التوقيت قبل بطولة أفريقيا بعد رحيل فاكر ناس كتير اعترضت ولكن كان السبب الرئيسي في اختياره هو حافظ أفريقيا حافظ أفريقيا هو الراجل ده عارف كل حاجة دروب كل أفريقيا عارف كل الأجواء اللي بيحصل تحصل في كل مباراة أفريقيا وبالتالي حق النتائج جيدة مع النادي الأهلي لسه مستر كولر ما خادش على ده التجهيز للمباراة يعني في مباراة المقاولين تخيل أن تشكيل للعب مباراة سانداؤنس فيه تسعة لعبين لعب مباراة المقاولين قبلها تarse أيام وسفروا مع هذه الأجواء وهذه المباراة والقوة البدنية واللياقة البدنية القوة جس مانية اللي هنقبلها وفرقة سانداؤنس بكل هذه الامكانيات الكبيرة عندهم في تسعة لعبين شاركوا في مباراة المقاولين فعندتك تخيل كل ده تحضير للمباراة وكل دي خبرات لازم ان شاء الله يكتسبها مستر كولر لأن أنا بقول أن مستر كولر ان شاء الله مكمل مع النادي الأهلي ميستر كورر لسه عنده كتير هيديه لنادي الأهلي ولكن محتاج محتاج لسه خبرات كتيرة جداً هيكتسبها ولازم يكون فيه دور لجهاز الفني يا أحمد لأنه المعاون طبعاً لأنه سامي أمصان وجهاز الفني المعاون كابتسالة بحفيز عندهم خبرات كبيرة جداً جداً استفادوا منها في فترات اللي فاتت وكان لازم يكون يوم رأي ورأي قوي مع ميستر كورر فيه التشكيل اللي ممكن يخد قبل مباراة المقاولين في تجهيز اللعبين نفسياً وبدنياً ومعنوياً قبل مباراة سانداونس لا فيه حياة كتير وأخطاء كتير حصلت ما قبل المباراة قدت للنتيجة اللي حصلت أمام سانداونس طيب عايزة أتكلم معك عن التقييم لأنه التقييم مهم جداً مش تقييم مباراة احنا مشكلتنا الحقيقة نحن بنقايم المباراة يعني لعيب يعمل مطش عظيم يبقى في السماء تاني مطش يلعب وحش يبقى في الأرض ولازم يمشي نفس حكاية يمكن جهاز الفني احنا مفعاليين قوي جداً مفيش موضوعية أعطفيين يعني في مصر أقولك دايماً اللعب المصري ومعهم جهاز الفني لكن هسألك السؤال اللي سألته للناس واللي قلت للناس عليكم أنكم في حالة الزعل اللي انتوا فيها دي أنكم تحاولوا تلاقوا إجابة عالية لو الأهلي تأهل عن المجموعة دي يعني حصل اللي حصل ونتعادل مثلاً سانداونز مع الهلال احنا عندنا الوقتي أفكركم مرة تانية الأهلي عنده أربعة بونط هلو حزوز النادي الأهلي بقفل سانداونز عنده عشرة بونط صحيح لو الهلال خسر أو تعادل لو الهلال خسر أو تعادل قدام سانداونز يبقى حزوزنا بأدينة يعني نكسب المطشين ونعمل مطش الهلال سكور فرق اتنين نتأهل بعد ودوارد جداً ودوارد جداً ده سيناريو وارد مش مستحيل وانا بقولك ان شاء الله يحصل ان شاء الله نتمنى لكن هو لو الأهلي تأهل وكمل المشوار في البطولة والفرقة وقفت على رجلها تاني ودهنا نأخذ اللقب مثلاً هل نتحول 180 درجة وتبقى كل حاجة تمام يعني هل ساعدت لا أنا مش مع شوف أنا دايماً معك هنا وللأمانة أنا شايف أن أنت دايماً أو دايماً متفقين لو أنت على تصحيح المصار أو أننا نمشي في الطريق السليم بغض النظر عن نتائجك الحالية يعني ما ينفعش أكون واخد بطولة أفريقيا مثلاً وأنا أدائي سيء صحيح أبارك وحقول ألف مليون مبروك وكل ناس قدت اللي عليها ولكن برضو لازم أعدد السلبيات لازم أحط سبوت دايماً على السلبيات اللي عندي عشان تفضل مستمر في منصات التتويق البطل الحقيقي هو اللي يستمر على منصات التتويق حفاظ على القمة أصعب من الوضوط له صحيح مليون في المائة وبالتالي الشخص أو الكيان اللي بيفكر بالطريقة اللي بيكلم بيهنا وأنت دي لازم يكون عنده استراتيجية معينة عشان يقدر يشتغل ويقدر يكمل في الاستمرار على القمة إنه يحط دايماً السلبيات نصب عينيه زي ما بيقوله أو دايماً يصحح السلبيات دي ما يبصش بس الإيجابيات عندنا أخطاء صحيح عندنا أخطاء نتيجة الخبرات نتيجة السكواد اللي كان مفترض يبقى مكتمل أكتر من كده شوية عندنا تدعمات المفروض إن شاء الله الفترة الجاية نتكلم عنها بنتكلم الندي الأهلي إحما بيخوت تجارب أو بطولات قرية كبيرة جداً انت بتلعب كاس عالم أندية هي أكبر بطولة أعتقد للأندية في العالم وبالتالي انت بتواجه أكبر الأندية في العالم بتلعب بطولة بطول الدوري أبطال أفريقيا مفترض أنها أكوى بطولة الأندية في أفريقيا وبتواجه فرق النهاردة يعني عايز أقول إنسان داونز مثلاً أننا هكنا تكلمنا عن تطوير الكرة في أفريقيا بيطورها إزاي بيشتغلوا إزاي الفترات اللي فاتت فيه فرق كتيرة بتاتي تشتغل عن نفسها منتخبات النهاردة ومن قبل ما تبدأ بطولة أشرف إحنا يعني وكلمنا وخصوصاً بعد قرعة دور المجموعات تكلمنا أنه الأهلي في أصعب مجموعة تكلمنا أنه السنة دي كل منافسي النادي الأهلي حضروا كويس جداً للنسخة دي من البطولة وده ظهر والترجم بشكل كبير مش بس في مجموعاتنا حتى في المجموعات التانية صحيح قداش تقول أنه الترجي السنة دي مش فائق أحسن بكتير جداً من نسخة ترجي وداد وشربلوس داد وداد والرجاء شربلوس داد الكل بيطور وانت بتطور ولكن احنا محتاجين شوية لا مش هم نتكلم بموضوعية انت ما طورتش بالشكل اللي يتناسب مع حجم التطور الآخرين انت تقريباً نتافق معك مش مختلف ان ليس يقول انت بتطور نفس سكواد الأهلي اللي بيلعب له ثلاث سنة من فترة طويلة وده الحقيقة كمان لازم نديهم حقهم يحسب ليهم لأنه أنا جولد قلت في بداية حلقة انه جزء كبير جداً من امكانيات لعابتك اللي تروحن عليهم لعابة الكرة يعني في الفريق المفاتيح اللعبة اللي عندها حلول اللعبة اللي بتصنع الفرق تحس انها امكانياتها مستنزفة مستهلكة بدنياً وزهنياً طبعاً طبعاً علشان انت بتلعب خمس سفة بطولات في الموسم لنما كلمك بس عشان بين قوسين كده اللعب الذي يصنع الفرق صحيح وده نقطة مهمة فيه لعابة تانية كتير كويسة فيه لعابة تانية كتير ليها أدوار مهمة لكن أنا بكلم على اللعبين الذين يصنعوا الفرق اللي موجودين مثلاً منهم في سانداوز يعني أنا شفت فرقة الحقيقة منافس محترم فرقة الحقيقة بتقدم كرة حديثة فرقة بتلعب كرة أوروبية فرقة عندها كويرة عناصر اللي عندها الأساسيات كرة القدم مش واحدة بينهم انضبط تكتيكي تحركات جوال ملعب على اعلى مستوى فهم طبيعات الدور والواجبات مهارة مهمة جداً مهمة جداً شو ممكن لعابة كرة من غير مهارات أساسية تحيح تسليم تسلم مراوغة حلول وكل ده انت بتتكلم في معدل أعمار صغير يعني انت بتتكلمش في ناس عندها خبرات كبيرة بتتكلم في 20-21 سنة يعني لسه اللي بتتكلم عليهم عندنا لسه ناشئين مش كده مصبو أو لسه شباب ده بيحتاج منك إيه؟ وده اللي هخلينا روح معاك لفكرة إزاي نطور أو نبتدي منين التطوير مجلس إدارة عندنا أعتقد وبنسبة 90% 95% ما بيقصرش بمعنى أنه كل متطلبات الأجهزة الفنية بتتحقق أفضل أجهزة الفنية أو أفضل الأسماء المتاحة والمطروحة وقت ما يتم التغيير بتتواجد في النادي الأهلي أو على رأس القادة الفنية لنادي الأهلي أفضل أجهزة إدارية أفضل أجهزة طبية ملاعب كل الإمكانيات والدعم مجلس الإدارة موجود كابتل محمود الخطيب ومجلس الإدارة وده مش هقول عليه مجمالات أو نفاق أو والناس كلها شايفة شايفة أن كابتن حمود خطيب موجود على رأس في كل البطولات على رأس الأجهزة الفنية والبعثة اللي موجودة تعبان أو مش تعبان راجل بيحاول يبقى موجود ومتواجد بيدعم نفسين ومعنوان بشكل كبير جدا ماديا متوفر ما فيش لعب في النادي الأهلي أو حد من الأجهزة الفنية على مدار تاريخ النادي الأهلي عنده مشكلة مالية واحدة في النادي الأهلي فأنت لما تكلم على مجلس إدارة نترك مجلس إدارة على جنب لأن الناس ما بتقصرش في أي حاجة صحيح الفترة الأخيرة كان فيه متطلبات للأجهزة الفنية مثل كولان أن يكون فيه بعض التدعمات سواء في الخط الدفاعي أو خط الهجومي في رأس الحربة ولكن ده لم يتحقق مش علشان النواحة المادية الحمد لله ندي الأهلي في أفضل حال ماليا ولكن نتيجة التوقيت بس اللي أنت بتكلم فيه واختيارات اللعبية أتمنى إن شاء الله أنه ده يتحقق وده إن شاء الله يتحقق على بداية المسلمين المنظومة دي أعتقد أنه فيه تعجوة داخل نادي الأهلي لتطويرها يعني فكرة أنك أنت تشتغل على المركاتو قبل المركاتو وأعتقد أنه أصبح الموضوع ده تقريبا في العصر اللي حيب عيش فيه شبه مستحيل انتخذت الكلام على الثاني لأنه عايز أقول لك مثلا احنا تكلمنا قبل كده على فكرة المدير الرياضي وتكلمنا إنه موجود في كل أوروبا دلوقتي يعني في كرة القدم في العالم كله موجود الراجل اللي بيشتغل مدير الرياضي علشان مش بس التسويق تطوير تطوير اللعبين من الصغر لغاية ما يوصل الدرجة الأولى التسويق اختيارات اللعبين التعاقدات اللي موجودة كل الحاجات دي أحمد لازم يكون في حد مختص بيه حد بروفيشنال على سبيل المثال سانداونز مثلا احنا واجهناه عنده مدير الرياضي فليمانكبرغ ده راجل يشتغل مع تشيلسي يشتغل مع المنتخب الدنماركي من فترة طويلة يشتغل مع سانداونز قدي ايه طور وقدي ايه ساعد في اختيارات اللعبين اللي انت بتشوف تطويرهم دلوقتي بهذا الشكل وهذا الأداء وهذه الاحترافية في الملعب ليه ما يكونش عندنا ده ادامنا يكون من اول خطوات التصحيح ان يكون عندنا مدير الرياضي يكون هو وصلة او همزة الوصل ما بين الجهاز الفني وما بين مجلس الهراء ارجع عليه الامل لانه انا قلت الاهلي ما بيسلمش وما تعودنش ان احب نرفع الرأي البيضة وفي ظروف اصعب من كده يمكن عدينا بالتأكيد على مدار تاريخنا الطويل بمواقف اصعب من كده ما زال الامل موجود لكن انا الحقيقة بحس انه مطش مبارح ممكن يكون عمل هزة ممكن يكون عمل للعبين للجهاز الفني انا بتأكيد فيه دغوط كبيرة جدا اتصدرت للجهاز الفني ومستر مارسال كولر وفيه لعبت الاهلي عارفة مبارح يعني ايه تخسر خمسة من سان داونز وعارفة يعني ايه ردود الأفعال وعارفة يعني ان فرصك في بطولة أفريقيا تبقى مش بأديك وبالتالي انت محتاج تتجاوز ده بأسرع ما يكون انت عايز تعدي المطب ده بسرعة لانك عندك موجهتين حاسمتين اولهم يوم الجمعة اللي جاية مع الوقت الكاميروني يعني سيناريو التعامل مع المطب ده سيناريو الخروج ازاي تخرج ازاي تتوقف وهنا بلش بتكلم بس على لعيبة وجهاز فني كمان بتكلم على الجمهور لانه مهم جدا حالة الحزن او حالة الغضب دي ما تنعكس او ما يبقاش لها اصرسل بيا في توقيت انت محتاج فيه تقوم الفرقة مرة تانية على بياه شوف ان شاء الله يعني انا شايف ان النتائج المباريات او النتائج اللي بيحققها النادي الاهلي في الفترات اللي فاتت تحقيق بطولة يعني النادي الاهلي عانى في دور المجموعات ده في كل البطولات اعتقد في اخر 3-4 بطولات حصل لهم النادي الاهلي لما بيحصل النادي الاهلي على البطولة الناس بتتناسى ده وبتنسى ده انا اقصد ان النتائج بتنسي الناس شوية نتائجك السيئة او النتائج السلبية اللي اتحققت انك تخرج من ده ده محتاج حياة كتير يعني محتاج دعم من جمهور النادي الاهلي تحديدا وعايز اقولهم ان فيه مندسين كتير في الوسط بيكلموا في انه النادي الاهلي باعد والنادي الاهلي بيصدروا صورة سيئة جدا 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 لجمهور النادي الاهلي اللي عايزين يوصلوها للعبين وجهاز الفني دلوقتي صحيح جمهور النادي الاهلي غاضب ولكن تأكد مليون في المئة ان من النهاردة هتشوف جمهور مختلف بيدعم فرقته بيدعم جهاز الفني بيدعم مجلس دارته لان ده اللي تعاوننا عليه من جمهور النادي الاهلي فعايز اقول ان الجمهور النادي الاهلي ليه دور كبير جدا جدا في أن اللعبة وجهاز الفني يخرجوا من الحالة دي جهاز الفني طبعا وجهاز الإداري وعلى رأسهم كابتن سيد عبد حفيز ليه دور كبير جدا 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 في خروج اللعبين من الحالة النفسية السيئة اللي وصلوا لها بعد المباراة وعايز أقول إنه بيبقى يعني للأمانة يوم مش عايز بس أبقى متشائم أولا لكن يوم يوم أسود لكل اللعبين يوم ما بتخسر مباراة وما بالك إنها خسرة كبيرة بالشكل ده ونتيجة مباراة مؤثرة جدا في بطولة مهمة للنادي الأهلي لا يعني يوم بيبقى صعب جدا جدا على اللعبين إنهم يتجاوزوا بالتالي محتاجين دعم فعلا كبير جدا دور كابتن سيد الحفيز والجهاز الفني مهم جدا جدا للعبين في هذه المرحلة أتمنى طبعا إن يكون اللعبين الكبار غرفة الملابس اللي دائما بتكلم عنها كلهم دور في إنهم يخرجوا باقي اللعبين من الأزمة النفسية الموجودة كبيرة جدا جدا في غرفة ملابس النادي الأهلي تأكد إنه المباراة اللي جاية هتشوف فريق مختلف لإنه إحنا تعودنا من لعبة النادي الأهلي إنه دايما بيخرجوا بسرعة ودي من المميزات المهمة جدا جدا في السمات الشخصية للعبين أو للعب النادي الأهلي دايما على مدار تاريخه إنك بتقدر تخرج من الفرحة بسرعة جدا ومن الحزن بسرعة جدا يعني بتقدر تقفل أو تطوي الصفحة دي وتبتدي من أول وجديد نقطة من أول السطر عشان تكمل المشوار وده اللي بيخلي دايما النادي الأهلي يقدر يرجع بسرعة أنا واثق في لعبة النادي الأهلي وواثق إنهم هقدر يخرجوا من الأزمة النفسية الموجودة دلوقتي صحيح النتيجة كبيرة ولكن إحنا ما قابلناش منافس طبيعي منافس قوي ومنافس عنينت ومنافس يعني اللي حيشتغل على نفسه السنين اللي فاتت بشكل كبير النتيجة كبيرة صحيح ولكن كل الفرق الكبيرة بتخسر يعني نحن لسه شايفين منشستر ونايتد من ليفربول سبعة في نتائج كبيرة صحيح بتبقى غير طبيعية ولكن وردة في كرة القدم إن شاء الله اللعب النادي الأهلي لازم يكون عندهم السقة والإصرار ويقدروا يرجعوا مبارات القطن بفوز إن شاء الله مبارات الهلال إن شاء الله مهمة جدا هنا وأنا واثق مليون في المية وبقول لكم إن هنا من عندكم برنامجك وفتكر الكلام ده إن ساندونس هيلعب على الفير بلاي وإن شاء الله هيقدر يتخطى عقبة الهلال السوداني أنا واثق من ده مليون في المية وبفوز كمان مش بتعادل رغم إن نهاية السوداني عندهم حافز كبير جدا جدا بعد ما وصلوا 9 نقاط أنا أتمنى طبعا أتمنى أنه ده يحصل وحاسس إنه هيحصل يعني أحساسي أتمنى يعني فتكر كلامي ده إن شاء الله مده هيحصل أحساسي إنه هيحصل بس أنا مش فاكر أو آخر مرة مش فاكر بجد آخر مرة أنا كأهلاوي كلمت فيها على فكرة إنه الأهلي مستني مين عشان يعني فاهم قصدي فاهم المعنى والمعنى في ضبط الشعر هو ده وارد يحصل طبعا وإحنا ما تعودناش عليه في النهاية الأهلي صحيح ولكن كرة خدم فيها كتير خلينا دايما نبص على يعني أكلمك عايز أكلم معك كرة شوية بس كباية المليان طبعا 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 إنت عندك حالي الأهلي وقالياست كتير ولكن فيه سلبيات الأهلي معنى بس كباية مليان الأهلي كباية مليان الحمد لله إحنا إحنا يعني خلينا برضو في الظرف ده ما ننساش أنا أنا شخصيا الأهلي ده يعني متعني كرة سنين عمري كلها وناديرا ناديرا ما بعدي المواقف زي اللي عدت فيها في ماطش مبارح ده الفرحة والبسمة في مصر كلها كتنا الأهلي في سينة فاتت طبعا طبعا ما فيش حد مشرف الكرة في مصر صحيح بجد يعني لولا الأهلي ما فيش كرة في مصر خلينا نبقى متفقين ده مش الحياز ولا انتماء ولا التشجيع ده حقيقة وأرقب رغم اعترافنا بالسلبيات اللي موجودة طبعا لازم نقول إن فيه سلبيات وفيه طبعا إحنا لو كناش موضوعيين وإدنا كمنظومة إعلام وإدارة واجهاز فني ولعبين نحط إدينا على المشكلة فين عمر الأمور ما تصلح وعمر الأمور ما تقدم لقدام فبالتالي حتى لما فيه وقت ملعبات إحنا بننتقد أو بنقول إنه فيه حاجة حصلت غلط ولا بد من تصححها قديل تبقى وجهة نظر حدفها في المقام الأول والأخير مصلحة النادي الأهلي ولا شيء غير ذلك على الإطلاق وإنت بتدعم وإنت بتدعم النادي الأهلي تكلم في سلبيات مفيش مشكلة قول نقاط الدعم مفيش مشكلة قول أنت أخطأت في إيه ما عندناش أي مشكلة في ده ولكن لازم نحس وكل الناس تبقى حاسة أنك بتكلم من قلبك لمصلحة النادي وفيه توقيت ما ينفعش تكلم فيه فيه سلبيات ونقد لازع جدا لكل المنظومة لأن أنت محتاج دلوقتي تدعم الناس نفسيا وعايز أقول إن اللاعبين فعلا أنا تواصلت مع أكتر من حد منهم حاسين قد إيه بالمشكلة اللي حصلت وبالأزمة النفسية اللي هم فيها واللي تسببوا فيها لجمهورهم وإن شاء الله يعني فيه كلام كبير جدا جدا مختلف في مبارات القطن ومبارات الهلال إن شاء الله إن شاء الله وعودة بإذن الله سريع للعاب النادي الأهلي إن شاء الله هكلمك على ماتش سانداونز والقطن قبل ما كلمك على الموسم لأنه أنا بشوف إن واحدة من إشكاليات اللي قدام ميسر مارسل كولر هي ثبات المستوى عدد كتير من لعابة النادي الأهلي ممكن ده يبقى بدفع الإجهاد ممكن يبقى بدفع الإصابات المتكررة لكن ما فيش تقريبا ثبات في المستوى فيه لعابة بتنور ولعابة بترجع ولعابة بتطلع يعني هكلمك في ده بس عايز عرف كورة الأول إيه الأخطاء اللي تتمنى إنها بتتكرر شفتها في ماتش مبارح وإيه الحاجات اللي كانت إيجابية مشوف إن برسي تاوي مبارح رغم إنه الحقيقة ظهر في مباراة ما كانتش حاجة بالنسبة بس الحقيقة برسي تاوي مبارح قد ممكن وجهة نظري أفضل مباراة لي مع النادي الأهلي عندنا أخطاء كتيرة يعني عندنا أخطاء دفاعية ودايما بنتكلم عنها يعني هتخيل أنت في آخر عشر مبارات أعتقد 18 هدف كتير جدا جدا أعتقد النادي أهلي كان ممكن يلعب موسم كامل في 5-6 بطولات ما يدخلش فينا الأهداف دي فعدد كبير جدا جدا من الأهداف نتيجة أخطاء في التمركز وفي الرقابة وفي يعني السرحان اللي ببقى موجود الإجهاد الزهني اللي كلمتك عنه أحمد لأن أنت النهاردة أعتقد المباراة اللي جاية أمام الكتن الكاميروني تقريبا 11 مباراة أو 12 مباراة في شهر وعشر تيام مش كده؟ تقريبا يعني من 1 فبراير لغاية المباراة اللي جاية إن شاء الله حيبقى تقريبا شهر وإسبوعين تقريبا 11 أو 12 مباراة تقريبا كل 3 تيام مباراة مع السفر التويل سواء في طول كاس العالم الأمدية وطولة أفريقيا أنا كجهاز فني أنا عندي الأجندة وعارف كويس قوي أبني الاستراتيجية بتاعتي أو البلان بتاعتي الخطة بتاعتي على أساس ده أنا عارف أن أنا هبقى عندي رحلة سفر وعندك سكوادي يزال يسعب وعندك أننا هبدل بين دوري أبطال ودوري وكاس وكاس عالم يعني أبقى عارف ده كويس بقى؟ المشكلة بقى فين؟ في الإصابات أنت عندك 4 أو 5 إصابات المؤثرين جدا جدا يعني تتكلم في أكرم توفيق بعيد جدا من فترة طويلة المباراة اللي فاتت السولية حسين الشحات خالد عفتاح ما كانش لسه جاهز كهرباء ما عاماتش معاولين؟ ما أتكلم عن عاماتش سانداونز سانداونز يعني ما كانوش جاهزين ما كانوش جاهزين بس يعني كانوا في إصابات ما كانوش جاهزين أما لو جاهزين بنسبة 100% حيبوا متواجدين في الملعب فبتكلم في 4 أو 5 لعبين من القوامر الرئيسي لفرقيتك مش موجودين فدي بتفر كتير جدا يعني صحيح الإصابات اللي موجود بنسبة كبيرة معقول وتقدر تعمل روتيشن وده بيحصل من مسار كولر للفترة اللي فاتت في معظم المباراة في الأوقات بتخليك تفقد التركيز يعني مش عارف تعمل إيه لأنك بتعتمد على خلي بقى لك فيه قوام رئيسي ما ينفعش الاستغناء عنه يعني لو بتكلم عن 5 أو 6 لعبين ما تقدرش تستغنى عنه في الملعب أو ما لهمش البدايل الكبيرة اللي تقدر تقوم بالدور ده بنسبة 100% فلما بتفتقدهم المباراة بالهم الكورتي اللي انت بتتكلم عليه ده تبقى صعب جدا فتبقى في فريق زي الأهلي بيلعب الكم الكبير جدا من البطولات ده مطالب تقريبا في كل البطولات يعني معظمها يعني يتوج بيها مفترضي بقى كاملها القوام رئيسي انت بتكلم دلاتي في 6 أو 8 ما تقدرش تستغنى عنه انا بكلمك شوف في موسم زي ده هتلعف ابتديته بدوري ودوري أبطال وكاس قديم وكاس جديد ودوري عام وسوبر ريج المفترضي بعندك كام واحد من الكواليتي ده الكواليتي ده او اي فريق مش بكلم على الأهل لا لا مش اي فريق اي فريق في مكان النادي الأهلي دلوات اه زي الأهل انت محتاج على الأقل على الأقل اتنين وعشرين يعني يعني اللي بيلعبه والاحتياط بتاعه ليه لان كم البطولات والمعاناة اللي بيعانيها النادي الأهلي في ضغط المباريات والسفر الكتير جدا جدا في أفريقيا وعايز اقول نقطة مهمة انه انت في أفريقيا غير أوروبا يعني صحيح الناس بتلعب هناك كل 3 ايام ولكن فرق المسافات انت ممكن تنتقل من دولة لدولة في نص ساعة ساعة ساعتين كتير قوي هنا بتقعد بال12 ساعة بال13 ساعة وحيانا 15 ساعة كتير جدا جدا على اللعبين وانت بتلعب مباراة النهاردة بالليل مطالب انك تسافر بكرة يبقى عندك يوم واحد بس عشان تقدر تعمل ريفريش أو ريكافر اللعبين فين ده يعني فين في العالم بيحصل كم الإرهاق لأندية مصر مش بس النادي الأهلي في البطولات الكبيرة وبالتالي لا انت محتاج سكوات كبير جدا يعني 22 لعب يا دوب عشان تقدر تكمل في البطولات دي بشكل جيد النادي الأهلي محتاج تدعمات كبيرة جدا مدير الرياضي مهم جدا جدا وأتمنى كابتن محمود خطيب مجلس إدارية فكر في هذا الموضوع بشكل كبير جدا خلينا أكلمك على ماطش القطن الكاميروني بس هسمحني نروح لفاصل لنرجع نكمل كلامنا مع كابتن أشرف ممضوح قبل ما نروح مع كابتن أشرف لماطش القطن مهم جدا يعني حابب جدا أتكلم معاه ومعاكم أنتم كمان ففكرة المسابقات المحلية هي المسابقات المحلية دي بتتعامل ليه هالفكرة بس ألقابه بطولات بتتحط في خزين أو في دولاب البطولات ودومتم ولا القصة منافسة قوية احتكاك قوي يرفع من مستوى للفريق وبالتالي ما تروح لمنافسات دولية أو قرية على مستوى منتخبات أو على مستوى الاندية تقدر تكون على قدر المنافسة فكرة البطولات المحلية عموما يا أشرف هل بتشوف أنها لها تأثير سلبي أو إيجابي على مستوى الأهلي وعلى مستوى المنتخبات بعد اللي شفناه واللي بنشوفه من سنين طويلة جدا بطولة المحلية عندنا ضعيفة جدا ومسابقة المحلية ومسابقات المحلية بتفرز مجموعة من اللاعبين ضعاف الشخصية ضعاف التاكتيكية داخل الملعب بدنيا داخل الملعب لما بتواجه فرق كبيرة ونوعيات مختلفة من التاكتيك والخطط مدارس الكراوية المختلفة بتشوف الفرق قد إيه شاسع وكبير جدا جدا لازم يكون فيه تطوير انت بتكلم بنظر عامة يعني يبعد شوى عن نادي الأهلي تكلم عن منصور عام يعني لما أجي أتكلم مثلا عن الكرة السعودية وأقول إنه الدوري السعودي وهم ما عندهمش ولا لعب محترف في الخارج اتطور بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة فبقى فيه منتخب سعودي على أعلى مستوى بقى فيه أندية سعودية زي الهلال وزي النصر وزي الاتحاد على أعلى مستوى لما تطلع تحتك بمدارس الكرة في أسيا مش هيبقى عندها مشكلة يعني منتخب السعودية لما يلاعب منتخب كوريا ومنتخب اليابان مش هما دول كبار القارة في أسيا مش هيبقى الآن قوي المشجع السعودي عارف وواصل تماما أنه منتخب بلده قادر حتى على المستوى القاري أنه يكون وأندية مش بس منتخب منتخب وأندية أنه يكون في صدارة المشا لما يجي بص على مستوى أفريقيا بص على الدوري المثلا المغربي وإزاي برضو بقى واحد من الدوريات القوية والأندية المغربية رجاء وداد نهضة بركان حاضرين دايما في المنافسة على كل ألقاب الأفريقية أقول لها الدنيا طوالد منتخباتهم كمان إحنا عندنا باستثناء الأهلي صحيح خلينا أقول لك مثل بالشعب كده ولكن يعني هو دارك طبعا دايما تدي العيش لخبازه هو مثل شعبي ولكن دارك جدا يعني ادي الشغلين للمتخصص يعني أنا عندي مثلا مدير إداري لازم يكون دارس وفاهم وعارب بيعمل إيه مدرب لازم يكون دارس وفاهم وبيطور نفسه إزاي مدير رياضي اللي لسه عندنا في مصر والأنا مصر إنه يبقى متواجد في الند الأهلي وفي مصر كلها بشكل عام لأن الراجل ده بيبقى فاهم بيشتغل إزاي وبشكل عامل إزاي ويقدر يطور إزاي فكل حاجة بتديها للشخص المتخصص في ده بينجح بشكل كبير جدا جدا في مصر إحنا عندنا إحنا شايفين حتى بطولة الشباب استنغالي النهاردة بتشتغل يعني بشكل غير طبيعي بل سنة دي سلساية كل حاجة ربعية بتكلم كاس عالم عن دي يعني يعني أنا بعتبرش وصول الكاس العالم إنجاز بالنسبة لهم لأن ده العادي لكي بتكلم على بطولة أفريقيا بطولة أفريقيا بطولة أفريقيا محليين وبطولة شباب تلاتة سنغال يعني كمان الأمل أو المستقبل نتيجة التخطيط الواضح جدا جدا عندهم فيه أمل كبير جدا جدا أنهم يكملوا المشوار وبالتالي أنت عندك في مصر منظومة الحياة للأسف يعني بتشتغل بشكل خاطئ جدا جدا وعمرها ما هتحقق نتاج إيجابية على مستوى البطولات المحلية خالي نرجع للموضوع اللي بنتكلم فيه مستوى البطولات المحلية من تحت من المنتخبات ومن الأندية ومن قطاعات الناشئين والشباب أنت بتشغل بشكل خاطئ جدا وكمان بتهدم أن يبقى فيه فكرة فكرة تواجد مواهب الفترة اللي جاية نتيجة دخول الاستثمار في قطاعات الناشئين في الأندية اللي معه فلوس النهاردة بيلعب في اللي معه فلوس شركي فأنت كمان بتهدم المستقبل يعني ما عندكش تخطيط واضح لا أنت عندك تخطيط لتدمير الكرة المصرية أنا آسف الناس دي ما ينفعش تشتغل ما ينفعش وتمنى أن المسؤولين في البلد ياخدوا بالهم من ده ويكون في الفترة اللي جاية وضع مختلف عشان تقدر إن شاء الله تبني عليه الفترات اللي جاية وتخطيط قادم لللي جاية إن شاء الله أختم معك بمطش القطن شايف المباراة إزاي وشايف شكل الأهلي فيها إزاي هل تتوقع أن ميستر كولر مثلا ممكن يفكر أنه يغير من شكل الفريد اللاعب قدام سانداونز ولا تعتقد أنه هيزر بنفس الشكل بنفس الطريقة بنفس الأسماء طيب مباراة القطن أو القطن الكاميروني يعني حصلت المجموعة أربع مباراة ما عندهش ولا نقطة أكتر فريق استقبل أهداف قال لفريق أحرز أهداف يعني استقبل عشر أهداف تقريبا في الأربع مباراة على ملعبه وخارج ملعبه خسر من كل الفرق اللي وجهها وبالتالي نظريا على أرض الواقع فريق ضعيف جدا نادي الأهلي طبعا فيه فرق كبير جدا في الخبرات والإمكانيات كبيرة جدا للعبتنا أعتقد وبنسبة كبيرة وأتمنى ده أنه فرقتنا تلعب يعني الناس كتيرة جدا لازم تبقوا متواجدة من التشكيل الأساسي لدعمهم نفسين إن كانوا قادرين خلينا أتكلم في النقطة دي مهمة لأنك لو قادر بدنيا تجد فيه فترة إلى حد الماء أربع تيام تقريبا أو خمس تيام أعتقد أنه ممكن إلى ركاوري كويس يبقى فيه ركاوري كويس وحتى النهاردة ميستر كولر قرر أنه يسافر يعني يأجل سفره للكاميران يوم بدل ما يسافر 14 يسافر 15 بحيث أنه يبقى فيه فترة ركاوري يمكن كمان الملاعب والأجهزة والحاجات دي في جنوب أفريقيا ممكن تبقى أفضل شوية من الكاميران صحيح فأعتقد الفترة دي هتبقى شوية مساحة جيدة للعبتنا عشان تقدر تخرج من الإجهاد البدني اللي عندهم فأعتقد أن المباراة مهمة ولكن مهمة كمان أنك تدعم لعبتنا نفسيا يعني أعتقد أن ده تفكير ميستر كولر والجهاز الفني أنه نسبة كبيرة جدا من اللعبين اللي خدوا مباراة سانداونز يبقوا متواجدين كأساسيين في مباراة القطن الكاميروني وإن شاء الله المباراة تبقى إن شاء الله ما فيش مباراة سهلة ولكن أعتقد أن نتيجة خبرات لعبتنا والروح الكبيرة جدا اللي موجودة عندهم دلوقتي بعد الهزيمة الكبيرة من سانداونز أعتقد إن شاء الله تبقى مباراة سهلة اللعبتنا إن شاء الله نتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه القادم يبقى أفضل والأهل يعودنا بمساعدة ومسندة وبدعم جمهوره أنه في أي ظروف صعبة في الحلوة والمرة أنه جمهوره موجود وجمهوره هو ده ظهروا وسندوا وأنا راهاني الحقيقة ما عنديش شك أنه جهاز الفني وأنه اللعيبة هيبذلوا أقصى مفوسعهم أنه هم يحاولوا يصلحوا من الوضع لكن أنا راهن أكتر من ده الحقيقة على جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي اللي بدعمه ومسندده قادر يرجع فرقيته مرة تانية ليك تحفزات ليك علامات استفهام ليك طلبات ليك رغبات طبعا كل ده محل منقشة وعندنا وقت كبير جدا لكنه مش وقته حاليا المطلوب من جمهور النادي الأهلي أن يقوم بدوره الطبيعي ودوره الأهم ويمكن أن يكون دوره الأساسي في نجاح المنظومة دي على مدار تاريخها كله وهو دعم ومسندد فرقته أنت بتشجع فريق النادي الأهلي أنت بتشجعش أسماء أنت بتشجعش جهاز فني أنت بتشجعش لعبين أنت بتشجع طول عمرك النادي الأهلي أين كان مين لبس تي شيرت بتاعته ويهمك في الأول والأخير أنه شعار النادي الأهلي يكون دايما في الصدارة ودايما في المقدمة وده اللي هيكون عليه إن شاء الله بإذن الله وفتكروا كلامي ده كويس بشكرك أشرف بشكرك جدا يا أحمد ولكن اسمح لي لازم أقول رسالة للشنوي لأنه شنوي أفضل حارس في مصر وفي أفريقيا عن مستوى الفني مستوى البدني مستوى الزهني كشخصية كشخصية قيادية داخل النادي الأهلي أتمنى أن يرجع مرة تانية المستوى ويسق في نفسه وفي زميله وإن شاء الله الشنوي يقدر يرجع مرة تانية لقياة النادي الأهلي ومتخب مصر بإذن الله إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا بشكركم على المتابعة بكرة حلقة جديدة السادسة تحية لكم